تعد المؤسسة الخيرية الملكية من أهم المشروعات المتجددة التي أضاءت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة وأصبحت من أهم المشاريع الخيرية غير الربحية ليس على المستوى المحلي وحسب بل تجاوزت ذلك إلى المستوى الإقليمي والعربي الخيرية الملكية تستهدف كل المحتاجين وكل الحاجات والمساهمة في كل ما يعود بالنفع العام للمواطنين التفاصيل في التقرير التالي سيل من الأعمال الخيرية امتدت من الشرق إلى الغرب تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية لتحقق إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي فاهتمت بالأيتام البحرينيين وقدمت لهم مختلف أنواع الخدمات ليحيو حياة جميلة ومريحة دعم القيادة وتعاون الحكومة وسخاء الشعب قدرنا أن نحقق إنجازات كثيرة على مستوى الوطن أكبر شيء حصول مملكة البحرين على الجائزة الأولى على المستوى العربي والخليجي ورقم 11 ومستوى العالم في مؤشر العطاء ويدل على كرم البحرينيين وعدم أنانيتهم حبهم للخير داخل وخارج المملكة وطوال الأعوام الأربعة عشر الماضية حققت المؤسسة الخيرية الملكية العديد من الإنجازات كان آخرها فوزها بالمركز الأول من قبل مؤشر مؤسسة المساعدات الخيرية بعد تميز الخدمات التي تقوم بتقديمها للأرامل والأيتام أيضا ننظر إلى المستقبل الآن الحمد لله وضعنا جيد وجاءة الملك ممقصر معنا وتعاون الحكومة معنا من الكل بس الواحد لازم يضر المستقبل رامل الأيتام بعد عشرين سنة فمن الآن وضعنا استراتيجية لنكون محفظة استثمارية من العقار من أسهم من النقد على مدى البعيد حتى نتأكد سلامة المعيشة والمعيشة الكريمة حق عيالنا المؤسسة الخيرية الملكية وردة أزهرت حبا وعطاء فأثمرت بستانا مليئا بزهور الخير التي تتفتح وتنثر عبيرها على الجميع خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين